بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في يوم دراسي جديد مع مادة فيزياء 2 ومعكم المعلمة أمل مصلوق ومن لغة الإشارة أستاذ صالح العجان اليوم بإذن الله سندخل في الباب الثاني بعنوان الحركة الدورانية لنبدأ في أولى دروسي لليوم اليوم سنتعرف على مقدمة بسيطة للفصل سنأخذ تجربة استهلالية بعنوان كيف يتزم الجسم دورانيا إذن درسي اليوم شيق لأنه درس عملي أهداف الدرس لدي أن نجري تجربة تصف اتزان الجسم دورانيا أهم مفرداتي هو الاتزان لننطلق في هذا الباب الجميل تعرف جيدا أن هذه الخريطة تشمل منهجك كامل فنحن في الباب الأول انتهينا منه لله الحمد يتكلم عن الجاذبية الآن نحن في الباب الثاني الحركة الدورانية يليها الزخم الشغل الطاقة والطاقة الحرارية نبدأ في هذا الفصل الثاني تحت عنوان أو بعنواء تحته ثلاثة دروس أول درس وصف الحركة الدورانية سنبدأ به بإذن الله في الحصة القادمة ديناميكا الحركة الدورانية ومن ثم الاتزان نبدأ وكالعادة باستراتيجية قراءة الصورة تأمل معي عزي طالب هذه الصورة في كتابك افتح كتابك صفحة 36 انظر لهذه الصورة تعرف عليها صورة ماذا هذه أحسنتم هي صورة أرجوحة هذه الأرجوحة تتميز أنها تتحرك بشكل ماذا أحسنتم دوراني بالتالي نحن سنتعرف في خلال هذا الباب على كيف يمكن صنع مثل هذه أرجوحة ما الذي يحكمها فيزيائيا؟ هناك صفات فيزيائية إذن يبدو لي ألمح وكأنني أريد أن أعرف كيف يمكن أن أصف الحركة الدورانية عرفنا هذه الأسيات في كافة أنواع الحربركة في الصف الأول الثانوي عندما قلنا كل أنواع الحركات تندرج تحت قسم الميكانيكا في الفيزياء وهي عبارة عن وصف لهذه الحركات فنحن سنتعرف على وصف أو لوصف هذه الحركة طيب لماذا ندرس الحركة الدورانية؟ هل من المهم أن أتعرف على الحركة الدورانية؟ بالطبع فهناك أشياء مما حولنا تتحرك حركة دورانية العديد من الأشياء أذكر أمثلة منها أحسنتم مثل دوران الأرض، دوران القمر حول الأرض وجميع الحركات التي تكون بشكل دائري فلذلك يلزمنا أو يهمنا كثيرا معرفة قوانين هذه الحركة ننتقل الآن عزي الطالب بربط بما سبق اربط بما تعلمت سابقا درسنا في الصف الأول ثانوي بابا كامل بعنوان الحركة الدائرية وندرس الآن بابا آخر بعنوان الحركة الدورانية أهما متساوين؟ أهما مكرران؟ بالطبع لا تأمل معي الصور وتذكر ما تعرفت عليه في الصف الأول ثانوي قارن فيما بين الحركة الدائرية والحركة الدورانية من خلال تأملك للصور تأمل معي هنا صورة لمن للأرض تدور حول الشمس تدور حول لاحظ هذا المحور الكبير هو محورها فالأرض تدور حول نفسها بينما هنا جميع الكواكب تدور في مدار ومسار دائري حول من حول الشمس كأنني أعني أن حركة الأرض حول نفسها تسمى بحركة ماذا أحسنتم دورانية أما حركة الأرض حول الشمس هي الحركة دائرية لو سألتك أيهما أخذتها في أول ثانوي أحسنتم هي على يسار الشاشة إذن على يسار الشاشة حركة الأرض حول الشمس تسمى حركة دائرية يعني الجسم عندما يسير على دوار مثل سيارة تسريف أو تمشي في دوار هذا أخذناه في أول ثانوي حركة دائرية نحن الآن في الصف الثاني ثانوي نتعرف على حركة الجسم بشكل دوراني حول نفسه فلننطلق في هذه الحركة من التجربة ماذا الاستهلالية أفتح الكتاب على هذه الصفحة لتجوى الاستهلالية دون هذه الأسئلة أول سؤال لدينا ما الهدف من التجربة يبدو لي التجوى الاستهلالية عنوانها كيف يتزن الجسم دورانيا قبل أن أبدأ بإجراء هذه التجربة دعني أعطيك مثالا بسيط على فكرة هذه التجربة حتى تستنتج الهدف منها ماذا لو كان لدينا هذا بيدك قلم خذ قلم رصاص أمامك حاول أن تجعل هذا القلم يتزن على إصبعك مثل ما أنا أجعل هذا الريموت يتزن على إصبعي بهذه الطريقة فأنت تحاول أن تضعه في منطقة يكون في مركزها بحيث أنه ماذا يقف ويتزن ماذا على الإصبع تماما بهذا الشكل إذن عندما أقوم بموازنتها سأوازنها بهذا الشكل كما ترى إذن توقفت فمعناها أن الكفة في اليمين تعادل الكفة في اليسار فعندما أقول كيف يتزن أي كيف يتوازن هذا الجسم بوضعية أفقية كما ترى إذن كيف يتزن الجسم أفقيا سأستخدم دوات معينة هدفي من التجربة هو اقرأ معي واكتبها أن نستنتج شرط الاتزان يعني أريد أن أعرف متى يتزن الجسم فكر معي قليلا بسؤال التجربة الجميل هذا السؤال ماذا يقول هل يمكن جعل مصطرة معلقة من منتصفها في حالة اتزان دوراني مثل ما أنا جعلت الريموت قبل قليل يقف على إصبعي هذا مفهوم اتزان دوراني عند متى عند تعليق أثقال مختلفة على جانبيها معناه هنا في سؤال التجربة يلمح للأدوات المستخدمة ماذا سأستخدم؟ انظر معي الصورة تعملها سأستخدم مجموعة من الأثقال كما تراها ويبدو لك في الصورة أن كل ثقل وزنه كم؟ أحسنتم عشرين جرام بمعنى لو استخدم ثقلين كم يكون الوزن عندي مجموعة؟ أحسنتم أربعين طيب ثلاثة من هذه الكتل كم؟ ستين أربعة من هذه الكتل كم؟ ثمانين وهكذا إذن نحن نستخدم هذه الكتل كل كتلة منها بعشرين أيضا لدينا ماذا؟ لدينا مصطرة مترية طولها سميت مترية لأن طولها متر فبالتالي هذه المصطرة طولها متر علقتها من المنتصف منتصف المتر كم؟ أحسنتم خمسين فقمت بتعليقها كما ترى من منتصفها من الخمسين بالضبط وعلقتها بهذا الشكل يبدو لي عندما أقوم بتعليقها واستراها معي بعد قليل أن هذه المصطرة تتأرجح مثل أرجوحة الأطفال تأرجح يمينا ويسارا محاولة أن تتزن وتستقر سنراها بعد قليل إذن هذا بالنسبة لأدوات التجربة طيب على ماذا تقوم التجربة؟ تأمل معي أيضا هذه الصورة وقرأ الخطوات ستحتاج في هذه التجربة مصطرة خشبية شريط قياس وأثقال وخيوط ومقص خيوط ومقص على أساس أنك تستطيع تعلق ماذا؟ تعلق الكتل ولكن نحن لدينا الكتل جاهزة اثنين علق المصطرة من منتصفها على حامل رأسي بحيث يمكن تدويرها حول نقطة لاحظ يمكن تدويرها أعتقد أنك فهمت من هذه الكلمة من أين جاءت كيف يتزن دورانيا قد تتساءل المصطرة مستقيمة ما علاقة شكلا مستقيم بدورانيا لأن المصطرة لو تركتها حر الحركة لأخذت مسارا دائريا لذلك يقول لك بحيث يمكن تدويرها هي لو أطلقت لها العنان ستصير بشكل دائري أربط كل ثقل منها ثقال بخير علق ثقلا على جانبي المصطرة قص بعده عن نقطة تعليق ثم علق ثقل آخر وحاول ماذا؟ أن تجعلها تتزم وفقيا ومن ثم إذا اتزنت سنأخذ الأطوال لذلك سنقوم بماذا؟ بإجراء التجربة ومن ثم تسجيل الجدول التالي تأمل معي هذه الأدوات إذن الأدوات كما ذكرناها هنا لدينا مجموعة من الأثقال لدينا كما ترى كتلتين أو كفتين كفة موجودة 80 كيلو جرام والكفة الأخرى كم؟ 60 لماذا 60؟ لأنني قمت بوضع 1، 2، 3 فبالتالي 20 و20 و20 أصبح لدينا كم؟ 60 جرام إذن 60 جرام الوحدة بدت لك قبل قليل على الشاشة أنها مكتوبة هنا بوحدة ماذا؟ بوحدة الجرام إذن هذا بالنسبة للكتلة لدينا على هذا الجانب الكتلة على الجانب الآخر كم علقنا هنا تأمل معي واستنتجها لدينا 1، 2، 3، 4 إذن لدينا ماذا؟ لدينا أربعة كتل فبالتالي 20 مكرر أربع مرات إذن لدينا 80 سنقوم بماذا الآن؟ سنقوم بتعليقها طبعا دعنا نفهم مفهوم أن المصطرة مترية هذه مصطرة طولها متر كامل عندما تتركها حرة لاحظ حركتها تحاول أن تكمل دورة نحن الآن بشكل دائري إذن تتحرك حركة دورانية نحن الآن سنقوم بماذا؟ بجعلها متزنة كيف متزنة؟ بتعليق الأثقال سأقوم بأخذ الأثقال هذه بقدارها 80 أنا أريد أن يكون ثقلي مقداره 80 وأعلقه بهذا الجانب مجرد أن تعلقها بهذا الجانب ماذا يحصل لها؟ لاحظ ماذا يحصل لها؟ ستقوم بالحركة بالاتجاه الثقل نفسه أريد أن أوازنها ماذا أفعل؟ أقوم بتعليق الثقل الآخر من الجهة الأخرى قد تتوتر وبالتالي لاحظ تتأرجح يمينا ويسارا باختلاف المسافات لاحظ لاحظ كلما غيرت تبدأ تتأرجح كلما غيرت أماكن ماذا؟ أماكن الأثقال كيف أجعلها تتزن؟ ماذا أفعل؟ أقوم بمثلا تثبيت واحد من الأثقال في مكان لاحظ الآن أنا سأقوم بتغيير لاحظ هذه الآن غيرتزنة سأقوم بتثبيت الثقل الثمانين على نقطة معينة ومن ثم سأثبتها بهذا الطريقة ومن ثم أقوم بتحريك الأخرى سأقوم بتحريك الأخرى قليلا إلى أن تتزن يبدو لأنها تميل هكذا أبدأ أحاول أن أقربها أكثر أقرب أكثر أقرب أكثر إلى أن تبدأ بماذا؟ بالاتزان إذن بدأت بالتأرجح يمينا ويسارا سنقوم بموازنتها ممتاز بدأت الآن ماذا؟ متزنة أفقيا إذن أنت لن تصل إلى حالة الاتزان بشكل سريع ستقوم بالمحاولة بأكثر من مرة بتحريك أحد الكتلتين ولكن أسلم طريقة لكي تصل للاتزان أن تثبت مسافة تأخذ كتلة ثابتة ولتكن ثمانين أنت لن تحدد الوزن ولتكن ثمانين أضعها على مسافة معينة أو مثلا لنقول أن المسافة التي وضعناها هنا على مقدار ثمانية صانتي وسنقرأ الآن القيم ثبتها على هذه المسافة قم بتحريك الثانية يمنة ويسرة حتى تبدأ بماذا؟ هذه المصطرة بالاتزان بشكل ماذا؟ بشكل أفقي لاحظ كما هي الآن بعد ما تبدأ بالاتزان قم بتحضير جدول كالتالي طبعا نحن نأخذ قيما عدة سجل في الجدول هذا اللي هو عبارة عن ماذا؟ M1 M1 ثم R1 ثم M2 ثم R2 ما هي الـ M1 والـ M2؟ ممتاز كتلة الجسم الأول ثم كتلة ماذا؟ الجسم الثاني نحن وضعنا بالجسم الأول كم قلنا؟ ثمانين جرام ووضعنا في الثانية كم؟ وضعنا ستين جرام احسب المسافات من أين تحسب المسافات؟ تقرأها عمليا؟ من أين؟ من هذا المكان دعنا نتفق دعنا نتفق أن المصطرة هنا ثبتت من ماذا؟ ثبتت من منتصفها فبالتالي هنا خمسين أنت لا تقرأ من الصفر يعني ليست موجودة لديك المسافات صفر سنتي سنتيين اثنين ثلاثة لا هي موجودة خمسين وهنا ثبتت الثمانين عند كم؟ عند الـ 42 فبالتالي ماذا ستفعل؟ ستقوم بطرح الـ 52 من 42 سنحصل على كم؟ سنحصل على ثمانية فتسجل لديك القراءة هنا بـ R1 ثمانية بالصانتي إذن بهذا الأسلوب نقوم بإجراء التجربة العملية يليه عند الكتلة الثانية كم الكتلة هذه؟ الكتلة هذه ستين عند كم اتزنت؟ عند أي رقم اتزنت؟ سنلاحظ أنها اتزنت عند الرقم ماذا؟ عند الرقم 56 فبالتالي نقوم بعملية الطرح ممتاز تطرح المسافة الـ 56 من الـ 50 حتى توجد هذا الفرق أو أسلوب آخر أحسن من عملية الطرح قم بقراءة المسافات سنتي سنتين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان إلى أن تصل إلى عدد السنتيات الموجودة كل شرطة طويلة بشرطة أخرى واحد سنتي شرطة إلى شرطة اثنين سنتي حتى تتمكن من حساب المسافة جيدا سجل جدول المسافات لدينا هنا كما هو موجود وهنا لدينا كتل أخرى سنقوم بأخذها سجلنا القيم على الصبورة سنراها معا وسنطبق مع العلم أن ماذا؟ أن هذه الكتلة بيلجرام هذه الكتلة موجودة لدينا بيلجرام والمسافات الموجودة هنا بوحدة السنتي سنراها معا الآن على الشاشة أيضا لدينا نقطة أخرى ماذا لو ساويت الكتل دعنا نقوم بإجرائها الآن حتى تتمكن عزي الطالب من استيعاب ما نشرح نحن لدينا هنا كم؟ ستين ولدينا هنا كم؟ أصبحت ستين سأقوم بموازنتها بهذا الشكل أحاول أن أوازنها طبعا عندما تتساوى الكتل لاحظ سنقوم بمساوات ماذا تقريبا أيضا لاحظ مالت فبالتالي لابد لي أن أبعد قليلا هنا عندما تبين من هذه الجهة أبعد من هذه الجهة أكثر بالتالي أصبحت لديك المسافة هذه تعادل المسافة هذه إذن هنا تساوت الكتل وتساوت ماذا؟ تساوت الكتل وتساوت أيضا المسافات دعنا نأخذ القراءات لدينا الآن موجودة في ماذا؟ كما ترى عز الطالب والطالبة إذن هنا لاحظ هذه المسافة تساوي تماما هذه المسافة لاحظها بمقياس حتى أصابعي وأنظر أيضا هذه الكتل تبدو لك كم كتلة هنا ثلاثة وهنا أيضا ثلاثة كتل يعني ستين جرام وستين جرام عندما تتساوى الكتل تتساوى معها ماذا؟ تتساوى معها المسافات لنرى ذلك على الشاشة معا سنقوم الآن بأخذ القراءات كما هي موجودة لدينا سجلنا في الجدول التالي كما ترى M1 R1 M2 R2 أخذنا الكتل باللون الأسود كما تراها ثمانين جرام عندما كانت الكتلة ثمانين جرام عندما كانت لدينا الكتلة ثمانين جرام كان الاتزان لها لمسافتها ستة سانتي وعندما كانت الكتلة ثانية ستين جرام أصبحت المسافة لها ثمانية سانتي طبعا تأخذ هذه القراءات عمليا من خلال ماذا؟ التجربة طيب ماذا سأفعل الآن؟ طبعا حتى أقوم بإجراء بتعويض فيها بطريقة صحيحة فيزيائيا نأخذها بماذا؟ بوحدات دولية أعلم جيدا أن الواحد كيلو جرام فيه ألف جرام وأعلم جيدا أن الواحد متر فيه مئة سانتي فبالتالي عند التحويل من ثمانين جرام للكيلو جرام أحسنتم سأقسم على ألف ولديك في الجدول جميع القراءات جميعها تكون في حالة ماذا؟ في حالة تحويل رقم معي عزي الطالب أن هذا رقم واحد أو المحاولة الأولى هذه المحاولة الثانية هذه المحاولة الثالثة طيب ما المطلوب؟ المطلوب الآن أرجع لقراءاتي كاملة التي أخذتها من تجربتي العملية وأقوم بتحويل كافة القراءات من ماذا؟ بحيث أنني هذه الخانة أقسمها على كم أحسنتم على ألف سجل معي وهذه الخانة أقسمها أيضا على ماذا؟ على مئة نفس الكلام بالنسبة لمن؟ بالنسبة للكتلة الأخرى ستقسمها على ألف وكذلك البسافة الأخرى للكتلة الثانية ستقسمها أيضا على كم على مئة حصلت على النتائج كما تراها قراءاتي التي أخذتها من التجربة العملية تظهر لديك باللون الأسود اللي هي 6 سانتي 60 جرام و 8 سانتي هذه المحاولة الأولى المحاولة الثانية أخذت كتلة مقدارها 100 أحسنتم حولتها إلى الكيلو جرام أصبحت 11 حصلت على التزان عند مسافة 10 سانتي ومن ثم ماذا؟ حولتها هنا الكتلة الأخرى كانت 40 كيلو جرام حولتها بالقسمة على مئة وكانت المسافة أو حصل التزان عند 25 ويبدو لي أيضا عملت تحويل له هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة هي اللي ما تكلمت عنها قبل قليل في التجربة عندما قلت لك أخذت كتل متساوية ما هي الكتل؟ أنا هنا أخذتها 120 وقبل قليل في التجربة أخذت لك الكتل 60 لا يفرق موضوع كم كتلة تأخذ المهم أن تساوى الكتلتين في ماذا؟ في الطرفين فلاحظنا عندما تساوت الكتلتين في الطرفين تساوى معها ماذا؟ أحسنتم تساوت الكتلتين صور هذا الجدول اطبع عندك في هذا الدرس المهم لأنه يعتبر أو تعتبر هذه التجربة أساس ومفتاح فهمك بإذن الله للباب كامل رح نتكلم عن مواضع جدا هامة أساسها هذه التجربة إذن من خلال تأملي لهذا الجدول لاحظت أنه كلما ماذا؟ كلما كانت الكتلة كبيرة احتجت لمسافة ماذا؟ صغيرة ودعب هذا المفهوم من خلال ماذا؟ من خلال الآن الشرائح لدي الآن سأبدأ بأخذ حالة حالة في شريحة كل من مفردها أبدأ بالحال الأولى عندما ماذا؟ أخذنا ماذا؟ أخذنا الكتلة الأولى M1 80 وأخذنا الكتلة الثانية 60 حصلت على المسافة هذه بـ 6 سانتي انظر معي جيدا لهذه المسافة هي عبارة عن 6 سانتي بينما للكتلة 60 حصلت على المسافة ماذا؟ 8 سانتي حولتها طيب لماذا أنا أحول؟ لأنني سأقوم بحساب ماذا؟ الوزن أعلم جيدا أن الوزن أو قانون الوزن FG تساوي M مضروبة في الجي صح ولا لا؟ طيب الـ M أوجدناها لا تستطيع أن تأخذها 80 جرام لذلك نحن حولناها للكيلو جرام أخذناها بوحدة ماذا الكيلو جرام؟ 8 من 100 مضروبة في الجي ثابت قيمته حفظناه 9.8 أضرب الآن معي سيظهر لك هذا الرقام هذا بالنسبة لمن؟ للـ F1 إذن هذا ثقل الجهة اليمنى ثقل الجهة اليسرى كيف أحسبه؟ بنفس الأسلوب شايف 60 نأخذها بالكيلو جرام شايف 8 سانتي نأخذها بالمتر أضربهم في بعض بهذه الطريقة نحصل على ماذا؟ نحصل على 0.588 نيوتن يبدو لي أن القوة يمينا ويسارا غير ماذا؟ غير متساوية إذن ليست القوة المسؤولة عن الاتزان نحن المصدر لدينا اتزنت وتوافقت بالرغم من ماذا؟ من اختلاف الكتل إذن من مسؤول عن الاتزان؟ لنكمل هل تتوقع أن المسافات أيضا مسؤولة عن الاتزان؟ طبعا حتى المسافات ماذا؟ غير مسؤولة عن الاتزان لاحظ أن ماذا؟ عندما أأخذ القيمة إذن لا المسافات متساوية ولا حتى القوة باليمين واليسار متساوية من المسؤول إذن عن جعل هذه المصدرة تتزن بشكل أفقي؟ دعنا نجرب محاولة أخرى ماذا سأجرب؟ سأقوم بضرب قيمتين أي القيمتين سأضرب؟ سأضرب القوة في المسافة تمام؟ وسأضرب القوة في المسافة لمن؟ للطرفين سأقوم بعمل ذلك للطرف الأيمن وسأقوم عمل ذلك للطرف ماذا؟ الأيسر سألاحظ هذه أف أخذتها من أين؟ هنا وهذه أيضا أف أخذتها من هنا كل ومسافته لا ألبس المواضيع مع بعضها البعض هنا ثمانية من مئة وهنا ستة من مئة أضرب بالآلة ستحصل على أن الجهة اليمين أعطت سبعة وربعين من ألف وأن الجهة اليسار أعطت سبعة وربعين من ألف مما دل على أن ماذا؟ على أن F2 في M2 إذن أستنتج ماذا؟ أن F2 في M2 تساوي F1 في M1 هي المتساوية أما تتفق معي أن المسؤول عن الاتزان هو حاصل ماذا؟ ممتاز حاصل ضرب F1 في M1 ويساوي F2 في M2 كأننا بدأنا نستندج أشياء مهمة صح أو لا؟ سنتعرف في نهاية هذه التجربة على خلاصة جدا جميلة إذن هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للحالة الأولى ماذا عن الحالة الثانية؟ حالة الثانية عندما قلت سأقوم بتدعيم الفهم بأخذ قراءة أخرى انظر معي الحالة الثانية كم الكتلة التي أخذتها؟ انظر أخذت M1 100 جرام وأخذت M2 40 جرام كانت المسافة أو حصلت على الاتزان عندما كان البعد 10 سنتي وعندما كان البعد من الجهة الأخرى 25 هل أخذ هذه النتاج كما هي؟ لا في الجدول قمنا بتحويلها طيب ماذا سأفعل الآن؟ سأقوم بعملية الضرب لمن؟ للكتلة حتى أحصل على من؟ حتى أحصل على المسافة هذه الكتلة بعد التحويل مضربها في 9.8 فحصلت على القوة الأولى ثم نفس الطريقة أحصل على قوة الثانية قارن فيما بينهم تجد أنهم غير متساويات كذلك الـ R هل هي الآرات متساوية؟ لا غير متساوية إذن لنفول الـ R لوحدها مسؤولة عن الاتزان من المسؤول عن الاتزان؟ لنجرب 0.98 من أين؟ من هنا أأخذ هذه القيم أضربها في كم؟ أكتب معي F1 في M1 تساوي F2 في M2 تحقق هل صحيح هذا الكلام؟ أحضر آلتك الآن أضرب 98 من 100 مضربة في 1 من 10 وأكتب الناتج هنا ثم أضرب 392 مضربة في 0.25 من 100 وماذا ستحصل؟ ستحصل على هذين نتيجتين إذن يبدو لي الكفة في اليمين تساوي الكفة في اليسار ليس بسبب القوة لوحدها ولا بسبب الكتلة لوحدها ولا بسبب المسافة لوحدها إنما بسبب حاصل ضرب القوة في مسافتها من الجهة اليمين بالقوة في مسافتها بالجهة اليسار إذن لو سألنا إذا أنت كنت طالب بطل وممتاز ومنتبه معنا متى يتزن الجسم؟ ماذا أستنتج؟ متى يتزن الجسم؟ يتزن الجسم عندما تكون حاصل ضرب F1 في M1 تساوي حاصل ضرب F2 في M2 إذن أستطيع الآن أن أفسر أحيانا تجد قلم رصاص تريد أن توازنه على أصبعك تجد نفسك لا تقف في منتصف القلم مجبر أنك تذهب جهة الممحة لماذا؟ لأن الممحة ثقيلة فتحتاج مسافة صغيرة بينما طرف قلم رصاص خفيف يحتاج مسافة كبيرة إذن أستنتج من ذلك ومن خلال القراءات كلما زاد الثقل أو الكتلة كلما قلت مسافة المسؤولة عن الاتزان هذه المعلومة جدا مهمة سنثبتها الآن أيضا هنا في رقم ثلاثة ماذا فعلت؟ قمت بأخذ كتل متساوية يعني أخذت الكفة يمين؟ زي الكفة يسار كم أخذتهم؟ عدهم معي هنا ستلاحظ أنني أخذت واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة كل واحدة بعشرين يعني الكتلة عندي كم؟ مية وعشرين يمين ويسار فبالتالي تساوت الكتل ما رأيك؟ من خلال قانون السابق أتنبأ أنني سأحصل على الاتزان عند مسافات ماذا؟ متساوية وجدت أنه بالفعل حصلت على اتزان عمليا عندما يكون في اليمين عشرة وفي اليسار أيضا عشرة سانتي بذلك تتزد وقم أيضا بعمل ماذا؟ حاصل ضرب قوة في مسافة ستجد أنها ماذا أيضا متساوية إذن نستنتج حاصل ضرب القوة وزن الثقل المعلق الجهة الأولى في بعده عن نقطة حاصل التعليق يساوي حاصل ضرب القوة الثانية في بعده عن نقطة التعليق هذا ما استنتجناه سجل معي الإجابات لسؤال التحليل أوجد حاصل ضرب القوة أوجدناه من قبل قليل لكل حالة بعد التعليق قارم بين النتائج محاولة هل تأخذ هذه البيانات نمطا محدد؟ نعم لكل محاولة نجد أن F1 في M1 تساوي F2 في M2 وكذلك الثقل الأكبر يصاحبه بعد أقل إذن ما شرط تزان جسم دورانيا أن يكون مجموع العزوم مع أقارب الساعة عكس مجموع العزوم مساوي المجموع العزوم عكس أقارب الساعة يعني هذه العبارة لا بد أن تساوي هذه العبارة قد تستغرب هذه العبارة ولكن ما فعلناه هنا هو ما يعرف بالجهة اليمنى بعزم فهذا هو العزم عزم جهة يمنى يساوي عزم جهة يسرى لماذا يقول لك مع أقارب الساعة وعكس؟ مع أقارب الساعة وعكس؟ لأن المصطرة كانت معلقة من منتصفها كانت الجهة اليمنى تدور بهذا الاتجاه وكانت الجهة اليسرى تدور بالاتجاه الآخر فهل جهة تكون مع عقارب الساعة؟ هل جهة تكون عكس عقارب الساعة؟ لما يتساوي الـ F في الـ M يمنة ويسرى هنا يتحقق شرط التزان بدل ما أشرحها بالتفصيل أقول العزوم في اليمين تساوي العزوم في اليسار أو كما هي مكتوبة لديك هنا هذا الاستنتاج جدا هام يمهد كثيرا لدروسي القادمة إذن ما تعرفنا عليه في الدرس اليوم عرفت شرط التزان دورانيا هو F1 في M1 يساوي F2 في M2 عرفت القوة الأكبر تصاحبها مسافة أصغر والعكس صحيح بذلك عزي الطالب والطالبة انتهينا من درسنا اليوم نوفقنا من الله ونختار من أنفسنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته